موسيقى جولة اقتصادية جديدة وتتركز على شأن المحلية حيث حذرت مصادر مصرفية من خطورة قيام ميليشيات الحوثي بالمضاربة الشديدة والتلاعب بسوق الصرافة في حرب اقتصادية تخوضها ضد البنك المركزية وضفت المصادر ان الميليشيات دابت منذ نقل البنك المركزي الى عدن الى الاضرار بالقضاع المصرفي وتدميره على حساب انشاء شبكات غير رسمية للمضاربة في العملات بما يسلم في مزيد من تدهر اسعار الصرف وتدني قيمة العملة الوطنية امام العملات الاجنبية وقال متدورنا بالعملة ان سعر صرف الدولاري بلغ 532 ريال للشراء و540 ريال للبيع فيما تجاوز الريال السعودي سقف 140 ريال افتتح محافظ حضر موت فرش سالمين البحسنية مشروع جسر المعابر بمديرية حجر بتكلفة 1.800.000 دولار بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة وفي سياق متصل افتتح محافظ حضر موت مشروع نارة الشارع العام بمديرية بروم ميفع بنحو 32 مليون ريال كما افتتح مشروع بناء متنفس وحديقة عامة بمنطقة الشقعين بمديرية بروم ميفع بكلفة 65 مليون ريال بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلة ينفذ البرنامج السعودي لتنمية امار اليمن في محافظة المهرة حاليا اكثر من 30 مشروعا خدميا وتنمويا وتطويريا في مختلف القضاعات ضمن الدعم الذي تقدم الحكومة السعودية للمهرة ويشمل البرنامج دعم قضاع المشتقات النفطية للكهربائي والمستشفيات والمياه والصحة والتربية والتعليم والزراعة والثروة السمكية واخيرا نفذ مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة المهرة حملة واسعة في مختلف اسواق مدينة الغيظة لضبط الاسعار والمواد منتهية الصلاحية والوقوف على مدى التزام التجاري والمحلات التجارية بالاسعار في ظل التحسن الملحوظ للريال اليمنية خلال الايام الماضية وتزامن مع اقتلاب شهر رمضان المبارك حيث تشهد الاسواق اقبالا كبيرا على اقتناء المواد الاساسية استعدادا للشهر الفضيلة والزم مكتب الصناعة التجارة بشهر الاسعار وضرورة تحديثها بشكل مستمر وفقا لاستقرار اسعار الصرف اشتركوا في القناة